موسيقى المريء أمبوبة عضلية بتبدأ من البلعوم وتنتهي عند فم المعدة طوله حوالي 40 سنتي وطالما أنه هو أمبوبة عضلية يبقى بتتحرك بينقبض وينبسط وبالتالي أمراض المريء ناس كتير قوي بتفتكر أن المريء ده ما بيصابش ألا بالارتجاع لكن في أمراض كتيرة جدا بتصيب المريء منها مثلا التهابات المريء والالتهابات دي مش شرط تبقى حمض المعدة العالي اللي بيلهب المريء لكن ممكن تبقى التهابات بكتيرية ممكن تبقى التهابات فيروسية ممكن تبقى التهابات من فطريات فممكن المريء يصاب بالتهابات جرسمية ممكن يصاب بالتهابات نتجة عن مواد كيموية الأطفال اللي بيشربوا اللي هو البطاس أو الكيروسين أو أي مواد حارقة أو الناس اللي بتاخد أدوية من غير ما تشرب معها كميات مية كفاية الحاجات دي كلها وهي نزلة في المريء ممكن تعمل حرق كميائي في المريء. ده ناس كتير جداً بتقولك ما تشربش مية أصلاً. بالزبط تتهم الأدوية ببقاها كده وتبلحها وخلاص على كتير وصلك مش لازم مية. ده خطر ده خطر. ففيه التهابات ممكن تنتج عن حموضة عالية في المعدة. التهابات تنتج عن نواد كيموية زي الكيروسين أو البطاس أو بعض الأدوية اللي ممكن يتناول ها أي إنسان تعمل التهابات في المريء المريء كمان ممكن يصاب بأرح والأرح اللي ممكن تيجي في المريء ممكن تكون أرح حضمية نتجة عن زيادة حمض المعدة وساعات تبقى نتجة عن مواد معدنية أو حاجة بيبلعها البناء آدم تصيبه برضو بجروح في المريء المريء ممكن يصاب بالطراب في حركة العضلة. عضلة المريء المفروض إنها لأنها أنبوبة من فوق لتحت. فلما ينقبض الجزء اللي فوق اللي تحتيها مبسط. واللي تحتيه لما ينقبض اللي تحتيها مبسط. عشان الأكل ينزل في اتجاه إيه؟ واحد. في ناس بقى بيبقى الانقباط ده مضطرب. فيعمل حاجة اسمها أكاليزيا. يعني المفروض إن أنا وأنا ببلع الميا أو الأكل. أول ما ببلع من هنا بينقبض المريء من فوق العضلة اللي تحتي بتبدأ إيه؟ توسع. تفتح علشان يعد الأكل في اتجاه واحد. نعم. العكس بيحصل في الأكاليزيا. أبلع من هنا تمام الجزء الأسفل ينقبض. يقفل. يقومي يجي المريض بالزبط. يقولك المياه بتقف هنا. إلى الأكل.